اذاعة طنجة اذاعة الاسواد التي ستغلق بالذاكر اذاعة المملكة المغربية من طنجة المغربية اذاعة المملكة المغربية مرحبا بكم سيداتي سرتي الى الورقة العاشرة من رحلة ذكريات الفنان المقتدر الهشم بن عمر في الورقة الماضية اخذنا الهشم بن عمر في رحلة حول اهم الاعمال التي اتلاقت اقبالا كبيرا من طرف المستمعين كرحلة ابن شاما والازلية اليوم يبدأ الهشم بن عمر بالحديث عن ضعف الانتاج الدرامي المغربي وعن طريقة الاشتغال المفعم بالحب نتابع الاخراج دياله من اللي انتقلت الاذاعة من البارد الى البريهين كل شيء كل شيء ممكن انستحاجة كدز مباشرة من هذا انشرت الاخبار مرحبا بكم نتابع لنا وقتاش نوصله للقسم والستوديو باش ن كتكون عنا نزاهة يعني بعبار عن نزاهة لان كل شيء مضبوط كان حصاص ديال التمرين كان حصاص ديال كان بعد النص بعدها هو اساسا لان النص يكون مقرؤ من طرف المخرج ويشوف الهافهوات اللي في ويشوف شنو المؤترات اللي غادي تصعب اللي غا تصعب النص وكيوجد المؤترات الصوتية وكيوجد الموسيقى دياله وكيوجد هاتي كان ذاكي تسجل مش عاد كيحتاج المونتاج كيتسجل مباشرة يعني مباشرة يعني فالكابين مش مو يعني ما خاش عندها بحق اليلوم كتسجل النص وحده كتسجل موسيقى وحده وحد كتعمل ميكساج لا كل شي كيتسجل فتقى وحده وكانو كانو كانو فطاح في في الهندسة الصوت كان فرنسيين بعد ما نشوه الفرنسيين كان الكوكابي كانو واحد العدد ديال آآ الجوهاري كانو كانو ناس متكونوا اخدوا تجريبة نعم فلن كتشش معهم صوبة وكان الموم تلك كيوجد راح تولي المول بعدها تمرين هادم نعم هادم النص وكانت تقنية ديال كيفاش تا تعلم الجملة واش فيها فرح ولا فيها مادما كتتمرن عليها واحد ثلاثة دينة تمرينات او لها تمرينة ذكش كي يسخر الدين من كتوصل ذك العالمة وكتقسم من مص كترسم كل اسطر يعني الرحيوار ديالك وانتو كتتتعلم عليه في خلاف مان كيمكوكش باش كيمكوك دائما الفمو ديالك جيت الميكروم وحنا اتجريبة ديالنا من كتوقع مع شي واحد مصالحي كي يجيل تمك يوجد صعوبة بخلاف مني كيبغي يتكلم مع صاحبه كيدور وجوه ولا كيبغيين هيتلوش يوعد كيدور جو كيمشي الميكرو كيقول يمسكين محن هذا كلمهنديس دي الصوت مع مع الممتيل الخاسم تمتيل تمتيل عنده خاسم وما بعد عاد من بعد التمرينات عاد كان نتعقله للستوديو كيوصل الدور ديالك يخصك شو الموجود اهل ما كانش باش ما توقفش يعني غاي يطلق الموسيخة المهنديس ديال الصوت سكتكون وجود نتا يديك على القرص كانت عنا الخيزانة ديال الخيزانة ديال المؤتيرات اللي ما بقعتش لباليو نبقى كل شي من جمعة في الخيزانة أو دكشي اللي تلاشا ولي كيديش حاجة ما كعالشي رضا المهم كانت وكانت بعض المؤتيرات بحال دبرا عدو شميتو كان كتستعمله تكسامة كتستعمله أدوي كتستعمل الفقه الفرنسية كنت كتشجلتها في السوديو الخمسة تمثليات ما قبل ما يرحلوا يعني هاشي كان هادرو على الستينات الستينات في الدول السبعينات مخوش الفرنسيين وبعض الأشياء كيستهد فيها المبتيل بس يعطيه واحتى الديكور صونور مثلا بحال دهما بتخلقها السوديو سوديو خمسة فيها بعض الحجورات اللي هي خاصة إلا كنت شتية سوديو خمسة كان دي سومبر ديكو كان الإكستيريور كان الانتيريور كان الحاصة فين كانت تمشي الإكستيريور كان السميتو الموكات كان كان السميتو اللامة باركي الباركيت هو كانت تمشي يعني كانت جهيزات في السوديو خمسة بخلاف كانت تساعد بهم بزاف كانوا يقعونوا كانوا يقعونوا كانت تسجيلات كانوا يقعون أعتمد كان يبقى يستعمل الألة وكيفة حسب الموقيف وحسب الدكور وحسب السميتو ولكن ذاك شي بقي ما على حسب أنا ما من غادرت بقي ما كانش فيه واحد تقنية واحد دقة أنا ذاك في تمثيل إذاعي أنا ما كان ديلوش المشاهد أنا كان شخصو المسامع طريق السمع كيمكنك تستغنى على واحد هذا ديل الحجز باش تجنب قادية الراوي لأنها ثلاثة ألف راكي المشكل لأنه المؤلف اللي كيلتاج للراوي راكي نعجز في الدداجة والصيغة ديل الحوار هذا المشكل لدينا مشكل ديل الكتاب هذا بلان ناس ما يفرقوش كيجيبك مسرحية كيقولك دوجه هالي في الإذاعة هي عبارة عن مشاهد ستتشاف ولكن الإذاعة ستسمع لهذا أنا أول واحد خلق هذا هذا المصطلح للمسامع ما عندنا مشاهد لأننا مسامع والمسامع كتحتاج لواحد الكتابة خاصة وخصة ما تنقلش بواحد طريقة اصطناعية عفوية تكون مثال من اللي كتجي وقف قدامكو بغيتي تبهي الأناقة ديال شخص مثال في أثناء الحوار يمكنك تقول أسدي تبارك الله على ذوقك هذا المعطاف هذا هذا اللون هكا هذا اللون الأحمر مع ذلك العقدة تبارك الله عليك هائلة تبارك الله على الرهي وكتك تعطي الصفة واتناء الحوار ما تحتاج الروايج يقول لك لان دخل فلان لان كان في التمثيل الأول دخل فلان وكتدي مع الطاف وكتك تقطع تسلسول للحركة وتخرج بالجمهور تحاجة خارجة على المصرحية أو التمتيلية هذا هو التألف يكون يخصص الدكاء لكاتب النص يكون يرعي هذا الشيء إلى اللقاء في الورقة القادمة من ذكريات الفنان المغربي المقتدر لهاشمي بن عمر اشتركوا في القناة